سابقا تعلمنا أسماء الإشارة تعلمنا مفرد مذكر قريب أو بعيد ومفرد مؤنث قريب وبعيد مثنى مذكر قريب ومثنى مؤنث قريب مثنى مذكر ومؤنث بعيد and وجمع مذكر ومؤنث قريب وبعيد جملة اليوم هي الطالبة مع معلمتها في الصف الطالبة مع معلمتها في الصف I will remind you again to pause the video and read it out loud الطالبة مع معلمتها في الصف Now if it was الطالب not الطالبة if it was مذكر الطالب تلبي مع معلمته not مع معلمتها her here as you see in the colors it's her so it's for الطالبة not الطالب خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون learn اللغة العربية مع زد كيف حالكم اليوم السبت السبت اليوم السبت اليوم سمسة الولد الولد الـ المدرسة how can I let this الولد الـ الـ المدرسة ماذا يُمّ؟ ما هي ... كيف ترى هنا هنا يوجد شيء تضليه ماذا يغانره هذا؟ نحن نسوح الوزع يحتاج إلى أن نركز كذا و هذا الوزع أو الوزع يناله نقل في هذا الحرق لذلك يمكن نضع يذهب إلى المدرسة لذلك سيكون الوزن يذهب إلى المدرسة ويستطيع الوزبادة وتذهب إلى الوزع الآن، هذا يذهب نناله فعل وفي عربية الفعل يمكن أن يكون ماضن أو مضارع أو أمر إنه مرحلة أو مرحلة هذه المرحلة تقريباً على كيف نقوم بذلك ليس عن التنس لدينا التنسات الماضنة الماضنة سنقوم بها في هذه المقبل ولكن الآن نتحدث عن كيف نقوم بذلك أو كيف نقوم بذلك لدينا 3 طبعات فعل ماضن ، فعل مضارع ، فعل مضارع ، فعل مضارع ، فعل أمر الفعل الماضي هناك يعني ، فعل مضارع من العمل إذا نظرنا الفعل الماضي كفاق أو أصفة من المفضل هل تذكر المفضلات التي نتعلم في مفضل 1 في أجل الأفضل؟ أكثر منهم كانوا فعل الماضي الآن أريد أن ترى هذه المرحلة في عامل أريد أن ترى المرحلة المرحلة لأنها لا تتغير ستغير مرحلة سننجدهم بعد ذلك لكن الآن أريد أن ترى هذه المرحلة فتحة في الأخيرة الماضي وضمّة في الأخيرة المضارع كمفضلات في الأخيرة الماضي والمضارع لأنها نحن فيذهب في قبل هناك المرحلة المضارع سيكون أحد ب أن هذه المدينة سيستخدمهم مستخدم ستتاولون مراحلة في القناة المتحدة ولكن إذا ترى شعر في الأخيرة الماضية فأن هذه المدينة مات تصبح كفضلات في الأخيرةة فكان هذه المدينة فعل مضارع يمكن أن ترى بأن هذا مدينة it is past tense يقرأ present tense كتب past tense يكتب present tense أكل يأكل ذهب يذهب ضحيك يضحك Did you notice anything? Yes, all of them have the same rhythm except ضحيك All of them have قرأ كتب All of them with fathah except ضحيك we have ضحيك ضح with fathah then حي with kassrah then ka with fathah So when we have the rhythm of قرأ كتب أكل ضحيك like this this will be ماضي and when we have the rhythm of يقرأ يكتب يفعل this will be مضارع As here for example we will have faala means did يفعل means doing this is the rhythm also this is in general later we will learn more complicated verbs but now I want you to understand it like this Now the good news I want to tell you here is we don't have verb to be in Arabic we have it but we don't use it obviously in the sentences so let's see how can we make sentences we have this sentence يقرأ الولد الكتاب or الولد يقرأ الكتاب both of them they have the same meaning as we said before in Arabic we can start with the noun or with the verb both of them will give the same meaning of the sentence but each one of them will have some structures we will talk about them later we will talk about them later now if I want to use verb and noun and the object I will say يقرأ الولد الكتاب or الولد يقرأ الكتاب here we have يكتب الولد على الطاولة or الولد يكتب على الطاولة next we can use يأكل الولد في البيت or الولد يأكل في البيت يذهب الولد إلى المدرسة أو الولد يذهب إلى المدرسة يدرس الولد في المدرسة أو الولد يدرس في المدرسة Now I can use aina as question word or question tool as we learned before أين يدرس الولد؟ يدرس الولد في المدرسة إلى أين يذهب الأب؟ يذهب الأب إلى العمل ماذا تفعل؟ أنا ألعب So I can ask a question أين يدرس الولد؟ The answer will be يدرس الولد في المدرسة I can ask إلى أين يذهب الأب؟ يذهب الأب إلى العمل ماذا تفعل؟ أنا ألعب Today I want you to write two things in the comments The first thing I want you to write the meaning of these colors The green, red and yellow What do they mean? Don't write about the black, it's not important right now So today we learned about الفعل in Arabic We learned about الفعل الماضي And الفعل المضارع The past tense و the present tense We learned about the rhythm of each one And how they end in general Now the second thing I want you to write in the comments I want you to make sentences Contains فعل فعل و اسم Now